اشتركوا في القناة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية وأكد مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي يشكل نافذة أمل ومحطة لجمع شمل الأسرة الكروية الدولية في هذه الظروف الاستثنائية منوها بالإسهامات الحيوية للاتحاد الدولي لكرة القدم في التعاطي مع ظروف جائحة كورونا وأشار مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن وحدة وتضامن أسرة الكرة العالمية لعبت دورا هاما في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة مشددا في هذا السياق على أهمية استثمار الدعم المالي الإضافي الذي أقره الفيفا بصورة مثالية بما يضمن الاستفادة الكاملة للاتحادات الوطنية من ذلك الدعم في خدمة مصالحها الاستراتيجية